أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله عز وجل خلق الإنسان وبين له طريق الخير وطريق الشر ثم ترك الإنسان ليختار أي الطريقين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ثم إن الإنسان لا يمكنه أن يسير في هذه الحياة منفردا وإنما لابد أن تكون له صداقات أو تكون له صحبة مع غيره فإنه لا يمكن أن يسير في حياته منفردا في الأعم الأغلب ومن هنا جاء توجيه الإسلام إلى أهمية اختيار الصاحب وأهمية الصحبة الصالحة وذلك لأن هذه المصاحبة تؤثر على الإنسان تأثيرا مباشرا أو غير مباشر كما قيل إن الطبائع تسرق وإن مصاحبة أهل الخير تورث الخير ومصاحبة أهل الشر تورث الشر والعلماء حينما قالوا هذا قالوا هذا في مناسبة أن الإنسان يتأثر بغيره تأثرا إيجابيا أو سلبيا من هنا جاء الإسلام فدع الإنسان إلى أهمية أن يختار صاحبا مناسبا صاحبا صالحا حتى إذا ما تأثر الإنسان تأثر بصلاحه لا أن يختار صاحبا سيئا لأنه إذا ما تأثر فإن التأثر هنا سيكون تأثرا سيئا أو سلبيا يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للشخص الذي يجالسه الإنسان إذا كان حسنا والشخص إذا كان سيئا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير يعقد النبي صلى الله عليه وسلم المقارنة بين شخصين شخص يحمل المسك يحمل العطر الرائحة الطيبة وشخص آخر ينفخ في النار ثم يقول عليه الصلاة والسلام إن هذا الشخص الذي يحمل المسك من بجواره أو من يصاحبه أو من يصادقه سيتأثر بذلك إلا أن التأثر هنا سيكون تأثرا حسنا مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك من المسك هدية مثلا وإما أن تبتاع منه يعني أن تشتري منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة هذا الصنف الأول الصنف الثاني الجليس السوء أو صديق السوء ونافخ الكير إما أن الشخص الذي ينفخ في النار إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة هنا المقارنة بين شخص حسن وشخص سيء الشخص الحسن يتأثر به صاحبه والشخص السيء يتأثر به صاحبه فإذا أراد الإنسان أن يكون سائرا سيرا صحيحا وأن يجد من يعاونه على طاعة الله سبحانه وتعالى ومن يأخذ بيديه إلى الطريق الصحيح والذي إذا ما وجده على خطأ وجهه ونصحه عليه أن يختار الصاحب الحسن لا أن يختار الصاحب السيء ولذلك جاءت الحكمة من سيدنا علي رضي الله عنه وهو يبين لنا أن الصديق مهم جدا وأن هذه الصداقة يتأثر بها الإنسان وأن الصديق هو من صدقك لا من صدقك إن الصديق الصحيح والصديق الذي يسعى إليه الإنسان والذي يحتاج إليه الإنسان هو الذي لا يوافقني في كل شيء أقوله أو أفعله وإنما هو الذي يوافقني إذا كنت على الخير إذا كنت في طاعة الله سبحانه وتعالى إذا كنت مؤديا ما يجب علي من عبادة أو عمل أما الذي يصدقني في كل شيء فليس هو الصديق الحسن الصديق من صدقك لا من صدقك ثم يأتي توجيه النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقية وهكذا دعوة الإسلام إلى أن نختار الصاحب الحسن الذي نتأثر به والذي يتأثر به صاحبه تأثرا مباشرا أو غير مباشر فإذا أراد الإنسان أن يسير السير الصحيح فليسعى إلى الأسباب التي توصله إلى هذا ومن هذه الأسباب بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى وبعد طاعة الله عز وجل من هذه الأسباب المصاحبة الصالحة لا المصاحبة غير الصالحة أو السيئة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته